بس على قبل الفاصل محمود شاكل رأيك ايه في المستوى اللي بقدمه حمدي فتحي بشكل عام وايضا في هزي المباراة تحديدا مباراة برامد الناس كلها بتتكلم على حمدي فتحي حمدي فتحي كويس جدا عداله الهجومية ومساهماته ولكن الناس نسيت شوية حمدي فتحي المقاتل بسبب ان هو تالت واحد بيعمل اسامات تعمل مع حمدي فتحي ان هو هداف ولكن يا كريم لقطتين هعرفك ليه حمدي فتحي غير اي حد في الخط وسط في مصر كلها بص يا كريم دي اللقطة الاولانية في واحدة من هجمات الخطرة جدا 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 عندي برامد ستعالة اوريك مهارة حمدي فتحي تاكلنج بمنتهى المرونة والرشاقة وعلى عكس رجلي اللي بيلعب بيها وفي منطقة الجزاء وبمنتهى يا كريم الرشاقة بيقدر ان هو يعمل التاكلنج من غير لمسة من غير فاول على الكورة في كورة كانت في ديئة 17 هتغير مجرى المباراة ده ان يدل على شيء يدل عن اللعيب ماشا الله عليه بدنين كويس جدا يعارف كويس قوي هو يتصرف ازاي في المناطق اللي زي دي ومجهوده كبير جدا ارجع لك بقى كريم لنقطة مجهوده في اللقطة اللي اخير اعاوز اكلامك عليها النادي لالي مباراة وبيرميز لعبه 120 ديئة في الديئة 105 نهاية الشوت الاولاني الاضافي خلاص ديك هتاخر كورة الحمد فتحي المرسل كلها غيره عشان إلي ان هو يعني يبقى فيه طارد لان كان ماتش بدأ يتشد شوية في الديئة 105 يا كريم لعيب بيلعب طول الماتش بيعمل ادوار هجومية وادوار دفاعية هوريك اللقطة بيضغط بشراسة مش طبيعية كأنه في الديئة 15 او ديئة 16 مباراة كريم دي في الديئة 105 بص على حمد فتحي او قبل ما شوتك بص بص يا كريم بيحاول ياخد الكورة بس هي جات متأخرة شوية اللقطة من قبلها شوية هتلاقي ان حمد فتح يا كريم اول ما بيرامد قطع الكورة بص الضغط الضغط ده الديئة 105 الديئة 105 بدنيا قوي جدا جدا والراجل بيشتغل على نفسه كويس بينام كويس بيأكل كويس بيتمرن كويس دي نتيجة يا كريم ان لحد النهاردة الناس كلها بتتكلم على حمد فتحوا اسهماته ولكن ادوار الدفاعية لازالت حتى الان تحترم وبشدة